سعيد جداً أنا بقابل أستاذة سلوى عثمان لإني بكل صراحة معجب بيها جداً 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 ويمكن الحاجة اللي عايزة أقولها لكم ودي بقى كواليس يعني إن أنا ما كنتش لسه رجعت البرنامج 90 دقيقة ولما شفت المسلسل بتاعها في رمضان كلمتها قلت لها أنا معجب جداً بأدائك وبدورك منوراني أستاذة سلوى وشكراً لقبولك الدعوة بتاعتك الله يخليك معتز أنا المتشكرة أنك إنت مستدفع شرفتين الله يخليك شرف لي وبعدين طبعاً إحنا قلنا إيه بقى يعني عادي إن البرنامج يستضيف النجمة إنما إحنا بقى قلنا لازم نستضيف الحالة الحالة إيه إن مدام سلوى متزوجة من شخص جميل جداً جداً بيحبها جداً جداً زينا فعشان كده برضو قررنا إن إحنا نستضيفه بنحب نرحب به في البرنامج النهاردة الأستاذ أسامة أبو باشا عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمدير العام بإجارة الأهرام منوّرنا أستاذ أسامة أهلاً بيك أستاذ معتز ربنا يا خير وأرجو إن حضرتك ما تغيرش من كتر من فرط إعجابنا بالمدام لأن من شان الواحدي ده أكيد كل المتابعين وأنا كمان وأنا كمان معجب أي مما ليه طبعاً اللي أنا سمعته إن أنتوا يعني اتجوزتوا عن حب أكيد طبعاً مش كده؟ أكيد وهو في حد بتجوز عن حب اللي مين دول؟ أه طبعاً أما ليه؟ والله أنت مجوزش عن حب ولا إيه؟ أنا أهدي النفوس بس أنا مجوز عن حب ولا إيه؟ أنا هروح النهاردة هتروح بقى كده أنا أكو غربية توصيل بقى إيه ده الرجل خادمي بسكة لا تبقى أوليك حاجة أنا هسألك عن كل شيء وعن قصة الحب لجماعيتكم وربنا يا ربي ديم عليكم المحبة والمواد ده بس خلينا نبدأ بالنجمتنا وضفتنا النهاردة أستاذة سلوى عثمان مبسوط أنك أنت معانا وأنا بحبك ومعجب كمان بأدائك وعشان كده عايزك تقولي أنت شعورك إيه من رد الفعل القوي على أدائك الأخير في مسلسل البرانس والله يا معتز أنا ما كنتش مصدقة يعني أنا طبعا اجتهدت أن أنا أعمل المشهد حلو كده لأنه أنا عارفة أنه هو مشهد قوي أصلا وأنا بعمله عارفة أنه هو مشهد مهم وقوي بس يعني كون أنه يحصل رد الفعل الكبير قوي ده كنت أتمنى طبعا بس برضو كان مفاجأة بالنسبة لي بس كنت سعيدة بيه جدا 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 يعني من قامت على اللحظات أن أنا أبقى بتفرج على المشهد بتاعي وفجأة معرفش أخش أتفرج تاني على بقية المسلسل من كتر التليفونات والناس عمنا تقولي السوشال ميديا بتقولوا هنا وهنا وهنا وكل الدول العربية فطبعا حاجة بالنسبة لي يعني كانت كبيرة قوي قوي وتأدير كبير يعني من الناس بصراحة بس خلتينا نعيط يا من سلوة ومش أنا بس ده مصر كلها عياطة يومية طب ما هو أنتو عشان عياطة أنا خدت تفرحتي بقى صح؟ لا هو بس إيه يعني هم حسوا بينا حسوا بالمشهد أنت حسيتي قوي بالشخصية آه طبعا وحسيتي بالموقف ودخل في وجدانك أمتي معبر عنه آه أصل هو موقف كبير يعني ده حد قتل ناس أولا ما لهاش زنب اللي تقتلت حتى العمل فيهم كده هو اللي كان مثلا في نظرهم مزنب لكن هم قتلوا ناس ما لهاش زنب أبرياء صحيح اللي هي لست مراته وابنه وابنه ده يعتبر حفيدي لأنه أنا مربيا مربيا رمضان مفروض أو ردوان في المسلسل آه فكت قاسية جدا جدا يعني أنا تخيلت ده لقيتهم حاجة كبيرة مش حاجة قليلة مظبوط وطبعا شاف المسلسل أو ما شافوش بعد كده كمان في مرحلة تانية في المسلسل مدام سلوة عبرت عنها بعبقرية شديدة من وجهة نظري المتوضعة لما عاشت حالة صراع بقى ما بين المجرم الحقيقي وما بين الخير والشر لأنه مهما كان يعرف كويس إن دول ولادها مهما كان بس يعرف أنه مظلوم إيه رأيك لو نفكر السادة المشاهدين والمتابعين بالمشهد اللي إحنا بنتكلم عنه اللي أبدعت فيه مدام سلوة عثمان في مسلسل البرينس من بطولة النجم لأستاذ محمد رمضان وإخراج النجم أيضا لأستاذ محمد سامي محمد سامي طبعا عملتي كده إزاي عملتي كده إزاي طلعتي المشاعر دي كلها إزاي عايزين نحيي طبعا الأبطال الجمال طبعا إدوارد وعلاء وعلاء وأحمد فهيم وأحمد فهيم ورحاب دول على فكرة ممثلين أظام طبعا يعني الواحد شاهدته فيه ومجروحة لأنهما كلهم دول هايلين هايلين لأنهما كمان هما كمان يعني يعني مثلا أنا فيه واحدة مثلت معايها مرة لسه صغيرة لسه طالعة لا لا ما تدربش لا ما مش عارف إيه يعني يعرف دول الدرب ولما تدرب يعني بيساعدوك يعني حسين بالموقف لازم يبقى فيه كده فمنفعش أن أنا أقول لا أو أو ده شغل طب هو يمكن حد بيسأل أنت حضرتي نفسك إزاي أنا متأكد أنك بتزاكري طبعا قبل التصوير والورق وبتعودي تحفظي وأنا فاهم أنا بتاعت الورق أنا مش بتاعت الموبايلات والحاجات دي أذكر منها ما بعرفش يعني تقليدية في مسألة لازم الورق أنا تعودت على كده بسكريبت طبعا ويجي لك وتعود تزاكري كده وأطعه بقى ومش عارف إيه وطبعا لو فيه استفسار مع سيساني مع المخرج حاجات زي كده وأكيد حضرتي نفسك لمشهد صعب زي كده ده ازاي هو أنا يعني طبعا الأول لازم أبقى حفظته كويس جدا عشان ما فكرش في الكلام طبعا أو أفكر في الحفظ وأنا بشتغل وأستاذ سامي طبعا وقف معايا قبل المشهد وقال لي أنا عايز كده وبتاع يعني عارف قال لي وجهة نظر اللي هو عايزها وطبعا هو اللي كاتب الكلام كلام حلو جدا ويتحس جدا هو مؤلف المسلسل اه طبعا هو المؤلف فالمهم هو إحنا في البروفا فبقى بنام البروفا فضرب تعبير كده يعني قال لي إيه ده إيه اللي تشو تعمليه ده قلت له أزمر علي إستانة بس مش هو ده القلم ده إحنا برووفا فالمهم أنا بقى قبل ما أخش على طول كنت وقفة جنب المطبخ يعني بحضر نفسي قوي ممكن أفتكر حاجات مضايقاني ممكن أنا نفسي حس قاعد أفكر في المشهد الناس دي قتلت وقتلت ناس مالهاش زنبه وناس ولادنا يعني وكده فكل ده على بعضه بيعمل الحالة ما بتخش جوه بقى الحالة بتكبر طبعا يعني مش بس الحبة اللي أنا براهم برا أما بخش بقى بحس إن المسألة خلاص بقى بقت حقيقة جواي وبتاخدي الطاقة بتاعة الممثل اللي قدامك بالزبط وبتبتدي تعكسيها تاني جوه المشهد بالزبط أنا متأكد بالزبط هل المشهد اتصور كتير ولا هو ده كان كده زي ما بيقولوا طلع واحدة هو طلع واحدة طلع واحدة وخرجت منك وقفلتوه على كده لأنه أنا ما كانش ينفع داية عاد لأنه يعني لو أي حاجة كسرت الحالة ممكن برضو تبقى هترجع تعملها طبعا وكل حاجة بس مش زي تطلع الأولانية دي دي كانت اللي هي تطلع صراحة يعني ما شاء الله حاجة جميلة ورائعة بس أنا هقولك على حاجة هو ساعات مثلا إيه أنا لو فكرت أن أنا يعني فيه حاجة عايزة أقولها أنه لو الممثلة فكرت في حلواتها شوية في مشاهد زي دي مش هتعرف تعملها حلوة لأنه التعبيرات ممكن تبقى وحشة شكلها مش هو دا الست الحلوة اللي مش عارفة لا هي مفروض ما تفكرش في الموضوع دا خالص وهي بتمثل مشهد زي دا ما تفكرش في الموضوع دا خالص ما تفكرش في أنها لازم تطلع قسمات الوش لو تلعت هتبقى مش حلوة أو هتبقى لا أنا عاملة هنا زي الممثل لا 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 خالص لا يعني ما فكرش أنه أنا لو شكلي وأنا بعيت مش حلو أو شكلي وأنا بسرخ مش حلو لا أنا بنسى كل الكلام دا خالص ما بفكرش فيه حاجة طلعة من جوه بفكر في المشهد نفسه تكسيد الحالة والشخصية بتطلع من جوه أيا كان بقى شكلك طلع إزاي طلع إزاي مش مهم بقى أنا فيه صورة بتعجبني جدا بسعات بينزلوا هالي شكلي عامل زي النمر وأنا عاملة أوه الله العظيم من المشهد دا فيه صورة منهم لما بتعمل عليها يعني بتركز عليها أو بتعمل توقع عندها بتحس إن فيه نمر قدامك هيفترسك آه مش واحدة ست يعني طب و لما النمر بقى يبقى قاعد في بيته وجوزه أخذ بالك من جوزه جوزه يبص عليه إن هو نمر بيخاف بقى أنا عايز أعرف حضرتك سيد اسامة إزاي شفت المدام في هذا المشهد وحكيلي عن كواليس مشاهدتكم للمشهد دي إحنا كنا عاديين سوى على فكرة كنتوا مع بعض يمين أول مرة أول مرة بتشاف أول مرة كنا يعني أول مرة لما تعرض للمسلسة كانت الحلقة التاسعة التاسعة فكنا عاديين سلوة متحبش دايما تقول على شغلها هو كويس أو عجبها أو شيء إلا لما الناس بتتفرج عليه الأول فأنا اتفاجئت بصراحة يعني حتى بقيت لي إيه بص تتفرج على الحلقة دي من أولها كده وركز ما تتحركش كتير يعني فهو كان في بداية الحلقة فإحنا كنا عاديين أنا وهي وبنتفرج فبصراحة المشهد عجبني جدا وإحنا لما كنا نتفرج على مسلسل بنبقى يعني بنتفرج نتفرج بجد ما بنحبش نتكلمه كده إلا في الفواصل والحاجات دي فاتفرجت بصراحة اتفاجئت المشهد تعمل جميل جدا وبعدين لما خلص المشهد أعتقد جي فواصل بعد كده فكم من التليفونات جت فنانين زميلها وفنانات والناس وكتاب ومعرفتش تفرج على الحلقة تفرجناها بعد كده على النت وكده يعني هي معرفتش تفرج على المسلسل ما كملتهوش طبعا من كمل ناس ردود الأفعال كانت جميلة جدا بالذات من زميلتها وزميلها يعني وبصفة عامة حضرتك دايما مشارك معاها في شغلها في الأمور اللي بتتعرض عليها في قراراتها هي طبعا هي بتاخد رأيي طبعا في لما بتكون مترددة في المسلسل أو حاجة بنعد نتناقش مع بعض يعني بس هي وساعات عودة سمع لها يعني برضو بعودة سمع لها المشهد وكده ساعات تت معايا أمسك وتقرأ وكده وبتسمع لها وتمثل الدور اللي قدامها لا مش بمثل بيرت يمثل ولا لا أنا بأرى الكلام بس لا لا ممكن يمثل لا لا بس هو مش فادي لا مجرد بألقي بس تلقي علشان تتأكد ان هي حفظت أيوة بالزبط كده اه انما لا مش ممثل ولا حاجة لا خالص لا يعني مليش في قوي في التمثيل وكده تمام فبس سلوى بتحب تذاكر جدا تحب تروح في موعدها قبل موعدها يعني ملتزمة فوق ما تتخيل اه لانه اكيد مدام سلوى عثمان من جيل معين اعتقد ان كان عنده مجموعة معينة